بص بقى في الفيديو ده مختلف عن اي فيديو شفتوا لي او لغيري لطانين الاظن عشان كده لازم تتابع معي الاخر الفيديو هقولك على اكتر حاجات هتفيدك في مشكلة طانين الاظن ده وانسداد الاظن تابع معي الاخر الفيديو هقولك على تمارين مهمة جدا هتساعدك في حل المشكلة ده الفيديو ده هيكون مختلف شوية لان انا هربط لك مشكلة طانين الاظن وانسداد الاظن بمشاكل الفك وكمان مشاكل العين ومشاكل الدوخة والدوار وكمان مشاكل الرقبة عشان كده لازم تتبع معي لاخر الفيديو لو انت عندك اي مشكلة من المشاكل دي هتكون بتنعكس عليك وهي اللي تكون مسبب بالك الشكة والزنة والرنة اللي انت بتسمعها بشكل مستمر او بشكل متقطع على مدار يومك اول تمرين حابب الهولك لو انت عندك مشاكل في الرقبة فلازم تخلي بالك كويس جدا وتعمل معي التمرين ده لو انت عندك مشاكل خاصة في الفقرات العلوية في الرقبة ده بينعكس بشكل غير مباشر على طنين الأذن أول حاجة هتحط 70 دول بالشكل ده وهصور لك من كل اللي تجد هتحطك حوالين الفقرات العنقية وترجع برقابتك بالشكل ده أدي 2 أدي 3 4 5 لو من الصورة الجانبية أدي 1 2 3 4 5 لو هنصور من الجزء الخلفي أدي 1 2 3 4 5 ولازم برضو ما تنساش تعمل إطالات وستريتشات لعضلات الرقبة لأن لو فيها تقلص حتى لو بنسبة صغيرة بتسمع فئة العظم اللي موجودة وراء الأذن على طول فبتسبب عدم ارتياح حوالين الأذن وبيترجم لك انت بطنين وانسداد فئة الأذن يبقى احنا لو عندنا مشاكل فئة الأذن دي وعندنا مشاكل في عضلات الرقبة بالشكل ده هنميل بقدينا النحية التانية وهنثبت لمدة 28 لـ 30 ثانية التمرين ده من التمرين المهمة جدا زي ما قلنا انه بيأثر على طنين الأذن بشكل غير مباشر لو انت عندك مشاكل في الرقبة أو عندك ضعف وشورتنينج أو تقلص في عضلات الرقبة فده بينعكس عليك عن لها طنين الأذن أما لو انت بتحس بدوخة أو بدوار أو دايخ كده على طول بدون أي مجهود أو مع المجهود البسيط وفي نفس الوقت عندك وجعف وانسداد وبتحس وبتسمع طنين الأذن لازم تتمرن نفسك على التمرين ده هتجيب ألم زي ده ويكون ليه غطى مميز بالشكل ده وهتثبت حدقة عينيك عليه وهتحاول تحرك رقابتك بحيس إن عينيك ما تتحركش وتكون مسبت ونبحلق فيها كويس جدا أدي واحد، اتنين، تلاتة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، تمانية، تسعة، عشر الأول مرة يبقى احنا تحركنا الفق والتحت المرة دي هنبص يمين وشمال على قد ما نقدر أدي واحد، اتنين، تلاتة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، تمانية، تسعة، عشر أما لو عندك مشاكل في مفصل الفق فالتمرين ده من التمرين المهمة جدا لازم تخلي بالك إن العضلة هنا لما بيكونها متقلصة شوي بتسبب مشاكل وعدم سهولة في حركة مفصل الفق وده بشكل او بشكل غير مباشر بيأثر على طنين وانسداد الأزن. جب هتخلي صباعي الإبهام بالشكل ده وهيتضغط ضغطة المناسبة مش هنستخدم قوة مفرطة ولا هنستخدم إن احنا بنحسس على الجلب وهنقوم بالضغطة المناسبة وهنمشي بحركة دائرية أدي واحد أدي اتنين أدي تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر لو هنصور من الاتجاه الجانبي أدي واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر أما التمرين اللي بعد كده هو مشهور جدا ولازم تعمله بعد التمرين اللي أنا قلتلك عليها هتمسك شحمة الأزن والجزء الليين أو الطري من الأزن وهتفرد لفوق والبرة بتناغم وبدون استخدام القوة المفرطة أدي واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر لو هنصور من الجزء الجانبي أدي واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر التمرين ده من التمرين المهمة جدا ويكاد يكون أشهرهم لأنه الأكثر فعلا أما التمرين اللي بعد كده هو تمرين من التمرين المهمة جدا هتحط إيدك عند فتحة الأزن الخارجية بالشكل ده وهتسد المدة خمس ثواني أدي واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر وتريح أدي واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر وتريح أدي واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر وتريح ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة وتريح وفي اخر الفيديو لو لك اي استفسار ممكن تسيبولي تحت في الكومنتات لعلقة بطنيني لالأذن او اي حاجة شفتها عندنا في القناة ولازم تشترك في القناة عشان تشجعنا ان احنا نستمر وننشر دور العلاج الطبيعي في امراض العزام والامراض البطنية وامراض الوجه وامراض الجيوب الانفية والأذن ودورها الجديد دور العلاج الطبيعي جديد جدا في امراض الأذن وامراض الأنف عشان كده لازم تشترك في القناة وتدعمنا عشان نقدر نكمل ولو لك اي استفسار سبهولي تحت في الكومنتات وهارد عليك في قرب وقت شكرا جدا اشترك في القناة 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 اشترك في القناة